دالي أميننا صندوق مجلس دارية النادي الأهلي تكلمنا فيه عن تفاصيل كتير تتعلق بمزايدة الرعاية مزايدة البس الفضائي واتكلمنا وقلنا حتى منذ لحظات لما كنا على هوا مباشرة مع كابتن محمد فيه تفاصيل فيه أرقام ممكن تتقال دلوقتي لكن فيه حاجات متعلقة بالرعاية وبالبس الفضائي هتتشرح بعد كده لتعرف جمهور النادي الأهلي يعرف من خلالها انت سوات ايه وبيعت ايه ولسه عندك ايه تاني ممكن يتسوق وممكن تبيعه الناس كانت بتتكلم في أرقام توصل لحوالي 500 مليون مليار إلا روب تدلوقتي وصلت من خلال عقد الرعاية أربع سنوات عقد البس الفضائي أربع سنوات وصلت لحوالي 900 مليون جنيه مليار إلا 100 مليون وعندك حاجات أخرى كما ممكن تتكلم فيها لكن في هذه اللحظات أنا معايا دينامو النادي الأهلي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي هيكلمني يعني بالطبع عن أمور كثيرة جدا الرعاية البس الفضائي حاضر في اللجنة اللي كانت متواجدة في الرعاية والبس الفضائي العميد محمد مرجان أولا بس بقولك أنا كل سنوات طيب النهاردة عيد بلادك لكن حدث جميل جدا النهاردة الحمد لله طبعا أنا أولا ببرك لكل جمهور النادي الأهلي نمر واحد عضاء النادي الأهلي الجماعة العمية ببرك لمجلس الإدارة الحمد لله رب العميد انت طبعا شايف الفرحة عاملة ازاي يعني الحمد لله كان فيه مجهود جامد التبذل الفترة اللي فاتت كان فيه ضغوط وانتو شايفين ضغوط شكلها عاملة ازاي الحمد لله مثل المجلس الإدارة النادي الأهلي دايما بيشتغل في صمت بيثبت وجوده بشغله ما بنتكلمش كتير ما حمش نتكلم ما بنشغلش بالنا بحد احنا لنا هدف واحد أهم حاجة نمر واحد عندنا جمهورنا يكون مستوعب اللي احنا بنعمله طبعا دي نمر واحد ويكون فعلا عنده ثقة اللي فيه إدارة موجودة حتى النادي الأهلي نمر واحد بالنسبة لها عارفين كواس اول انتو في ظهرنا عارفين العضاء الجماعية العومية قاعدة منتظرة كتير من كابتن الخطيب ومجلس ادارته فالحمد لله رب امين ربنا اكرمنا زي ما انت شايف النهاردة وانا لو انا هتكلم على النهاردة بس يعني نتكلم على الحدث العقد الرعاية والمجهود اللي بوزل فيه واللجنة برئاسة الاساس وفريق العمل اللي اشتغل وكابتن الخطيب بيدير فريق العمل يعني انا بصراحة ربنا الواحد انتو عارفين كلكم طبعا النادي الاهلي وبنشتغل بروح الفريق وروح الفريق للحامرة ولو انتو كنتو حضرتوا الكواليس بتاعة الموضوع ده كنتو فعلا هتبقوا سعداء جدا باللي بيحصل فيه فريق عمل فيه مشهور رئيس النادي فيه مدير فني بيدير فريق العمل فريق العمل وصل لحاجة معينة او وصل نتيجة معينة الرئيس النادي او المدير الفني اللي بيدير هذا الموضوع اضاره باحترافية كويسة جدا جدا في نفس الوقت فيه حب برضو لاسم النادي الاهلي فيه حب للناس عندها عايزة تشتغل يعني تشتغل مع نادي الاهلي المنافسة بتاعة دي رأيكت قوية جدا 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 وكنا سعداء بيها جدا جرية الاهرام طبعا المؤسس الاهرام دي حاجة يعني بالنسبة لنا كلنا نزب المصريين حاجة قيمة وقامة كبيرة جدا ويمكن تنفسد بشكل كويس جدا مع شركة صلة بس شركة صلة كان من الواضح اللي هي عندها تصميم واسرار اللي هي تاخد المزايدة وصلنا الارقام كويسة جدا يعني مصلنا في المزايد ربعمائة تمانية وخمسين مليون ونص شركة صلة وربعمائة تمانية وخمسين للاهرام وبرزنتيشن وفد عند ربعمائة خمسة وخمسين وهي طبعا برزنتيشن عشان كان عامل حسابات تانية وعندها حاجة تانية بعد ما لجنة خلاص تشغولها الكابتن الخطيب جاي تدخل المدير الفني تدخل هو طبعا نتكلم الرجل يعني كنا عايزين حاجة أعلى من كده وكنا عايزين حاجة فعلا تبقى قيمة النادي الأهلي المفاوضات دي وصلت لها تقريبا كانت الساعة واحدة ونص اتنين ويومية كان فيه مجلس دارة شغال والحمد لله رب عمين وصلنا للنص مليار اللي هو بيحق أطمح النادي الأهلي الفترة اللي جاية النهاردة نفس القصة برضو احنا شغالين في الموضوع دوت من ساعة المعاعدة رأى خلص يمكن احنا ما زهرناش لان كان عادة طالما لسه البطولة او الماتشات شغالة انت ما تقدرش تتعبر عن فرحيتك غير اما بتخلص فقفلنا الصفحة دي وبتنا نشتغل فيه البس طبعا انا بشكر الاستاذ محمد كامل كان مشرفنا النهاردة ورجل فعلا كان جاي من السفر وحضر فده همية النادي الأهلي بالنسبة للناس برضو قادرنا الموضوع بشكل جاي جدا الحمد لله والساس خالد درندال يقدروا بشكل يعني احترافي كواز جدا جدا جابت الخطيب زي ما انتو شفت احنا عاديين في اجتماع بقى انه ساعتين جابت الخطيب قاعد بقى تفاوض وفي المفاوضات عشان خطر نوصل لللي احنا وصلناه النهاردة ومتقال النهاردة يمكن يعني مش مصر يعني فنان الوطن العربي واول نادي عربي وافريقي يحصل على حق رعاية وبس بالمبلغ دوت انت بتكلف مليار جنيه غير الحقوق اللي انت اخدتها اللي احنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله اللي جمهورنا يبقى واعي لهذا الكلام جمهورنا يبقى مقدر اللي قدرت النادي الاهلي اهدفها الاول نمرة واحد ما بنحبش نخش مهاترات كتير اعضاء الجمالة عمية نفس القصة برضو احنا عمالين شغالين زي ما انتو شايفين في كل النواحي اجتماعية شغالين كويس الحمد لله رب عمين الرياضة بنشتهل فيها ملفات النشاط الرياضي يمكن انت عملت الصفقات يعني كتير جدا مع العيبة بصفقات عالية الحمد لله رب عمين ربنا يقدر بس عميني صندوق لو هو يعرف ومجل صدرته يعرف يلاحق على الكلام دوت الناحية الاجتماعية انت بتصرف عشان خاطر داخل في مرحات انشاءات وداخل في مرحات صيانة وداخل في القصة دي كلها فربنا اقدرنا وهرجع قلت ان احنا كلنا شغالين بروح الفنانة للحمرة وربنا يكرمنا طول ما احنا متوكينا على سبحانه وتعالى والناس بتدعيلنا اكيد ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ده هدف دي تسعين احنا نخلاص بنتكلم ماتش كورة كده يعني انا بقولها لك انا كنت حسل احنا في فريق كورة والمدير فني بيدير الموضوع والحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل لها احنا عايزينه بشكل كويس وارضاء جميع الاطراف جميع الهو برضو بالنسبة له خلي بالك هو ده معاك بقى شريك اساسي ليك هو لازم يكون عنده مكسب وهو برضو الترجب بتاعه هو اسم نادي الاهل يعلى ودي في حد ذاته حاجة قويسة جدا فدي يعني علاقة شراكة بيننا وبن بعد ان شاء الله اللي اربع سنين اللي جايين باذن الله يبقى فيها مفاجآت وفيها حاجات كويسة بقاوي بالنسبة لأعضاء الجميع العمية وبالنسبة جميع النادي الاهل هي اهم حاجة بالنسبة لنا ان شاء الله باذن الله افراقيا وكاس العالم الاندية وعلى مستوى نشاط الرياضي بإذن الله افراقيا ووصول الفرق لكاس العالم ولسه في عود تانية ولسه في مزايدات تانية اكيد ان شاء الله بإذن الله احنا شغالين وكله بقى بإذن الله سيبقى في كواليس النادي الاهلي وخليها بقى مفاجآت واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله سيد العميد انا بشكرك لأنك التوافية رب فيما هو قادر خليكم تشكر جدا وقالف موروك شكرا جزيلا لقاء كان هام جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي الاهلي وحديثه عن عقد الرعاية والبس الفضاء وهناك امور كثيرة ايضا خلال الفترة القادمة بنؤكد وبنعيد وبنزيد في هذه المسألة انت وصلت دلوقتي لتسعمائة مليون مليار الى مئة مليون لكن فيما هو قادم بإذن الله ستتخطى المليار جنيه والميزة في التعاقد الارقام المالية ولكن هناك امور فنية مهمة جدا تسقر في جزئية الرعاية تسقر ايضا في جزئية البس الفضائي لما تهتم بمباريات الدوري وتزاع من خلال قناة النادي الاهلي وايضا الالعاب الصلاة مباريات السلة والطيرة وكرة اليد من خلال اتحادات الالعاب الفردية والاتحادات الالعاب الجمعية لا تتراها شركة بريزنتيشن سبورت خلال فترة قادمة هذه المباراة ستكون لها الاولوية في زاعتها على قناة النادي الاهلي خدمة لجمهور النادي الاهلي تعمل وتشغل على اطار فني واطار مادي تستفيد وبتنعش خزينة القناة الحمراء خلال فترة قادمة للصرف على فريق القرى وعلى الالعاب الجمعية والالعاب الفردية للمزيد من البطولات العودة للأمد الأفريقية للتواجد في كأس العالم الأندية كل هذه الأرقام مع الأقصر تتويجا بي البطولات القرية مع النجمة الرابعة هذه الأرقام ستدر عليك دخل مالي سترتفع إلى أعلى المستويات وبالتالي 900 مليون جنيه هي البداية ولكن هناك المزيد والمزيد خلال الفترة القادمة تلك هي التغطية والمتابعة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة ألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي لأعضاء النادي الأهلي لمجلس إدارة النادي الأهلي وفيما هو قدم يا رب الخير بإذن الله لهذه القلعة الكبيرة الشامخة قلعة النادي الأهلي الكيان الكبير اللي بينتظر جمهور النادي الأهلي منه خلال الفترة القادمة المزيد والمزيد من البطولات بإذن الله شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء